السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذنا الأعزاء تلاميذ الصف الرابع الابتدائي درسنا لهذا اليوم الأعداد الكسرية سنتعرف اليوم على العدد الكسري ومما يتألف ونتذكر سريعا بأن الكسر الاعتيادي يتألف من بسط ومقام أما العدد الكسري فهو يتألف من عدد صحيح وكسر اعتيادي بسطه أصغر من مقامه نلاحظ في فقرة أتعلم الفطيرة التالية لصنع هذه الفطيرة أحتاج إلى المقادير المقادير في هذه الوصفة هي طحين، سكر، حليب، زيت كتبت المقادير بالطريقة التالية الطحين نحتاج إلى 2 كوب ونصف أما السكر 1 كوب ونصف حليب 1 كوب والزيت 3 أربع الكوب نلاحظ أن كمية الطحين 2 كوب ونصف والسكر 1 كوب ونصف كتبت على شكل عدد كسري هذا شكل العدد الكسري فهو يتألف من عدد صحيح وكسر اعتيادي السكر أيضا كتب واحد ونصف أي عدد صحيح وكسر اعتيادي فنسمي هذا العدد بالعدد الكسري مطلوب مني أن أمثل الطحين بالنماذج كيف أمثل عدد كسري بالنماذج؟ الأعداد الصحيحة هي الأشكال المضللة بشكل كامل أما الكسر الاعتيادي فهو المقام يحدد لي عدد الأجزاء بشكل كلي أما البسط يحدد لي الأجزاء المضللة نلاحظ معا كيف مثلت كمية الطحين بالدوائر التالية إثنان كوب ونصف الدائرة الأولى تمثل كوب الأول وهو كامل الكوب الثاني يمثل الدائرة الثانية الدائرة الثالثة هي نصف الكوب وقد قسمت إلى نصفين بحسب المقام وظلل منها واحد بحسب البسط واحد على اثنين إذن العدد الكسري هو عبارة عن عدد صحيح وكسر اعتيادي بسطه أصغر من مقامه مثل سبعة واثنان على ثلاثة والعدد أربعة وخمسة على ستة يسمى كل عدد من هذه الأعداد بعدد كسري والآن كيف يمكنني تحويل العدد الكسري إلى كسر اعتيادي؟ لتحويل العدد الكسري إلى كسر اعتيادي سأقوم بضرب المقام بالعدد الصحيح زائد البسط لأحصل على بسط الكسر الاعتيادي أما المقام فهو مقام العدد الكسري نفسه نلاحظ المثال سبعة واثنان على ثلاثة يساوي أضع خط الكسر وأضع المقام نفسه ثم أقوم بضرب المقام ثلاثة ضرب العدد الصحيح سبعة زائد اثنين ثلاثة ضرب سبعة يساوي واحد وعشرون زائد اثنين يساوي ثلاثة وعشرون على المقام ثلاثة تحويل هذا العدد الكسري إلى كسر اعتيادي سنضرب المقام بالعدد الصحيح ونجمع معه البسط لنحصل على بسط الكسر الاعتيادي على المقام نفسه أي مقام العدد الكسري نفسه الفقرة الثانية من درس اليوم كيف يمكنني تحويل الكسر الاعتيادي إلى عدد كسري تحويل الكسر الاعتيادي إلى عدد كسري من خلال طريقتين الطريقة الأولى وهي تجزئة الكسور والطريقة الثانية من خلال القيام بعملية قسمة البسط على المقام نبدأ معا بالطريقة الأولى تجزئة الكسور لدينا المثال 24 على 5 أولا سننجزئ البسط من خلال بداية أجد مضاعف للخمسة أقل من الاربعة وعشرون 24 ليس مضاعف للخمسة 23 ليس مضاعف 22 ليس مضاعف 21 ليس مضاعف 20 مضاعف سنكتبه على شكل كسر 20 على 5 كم بقي من الاربعة وعشرون؟ بقي أربعة سنضعها بأربعة على خمسة شكل كسر أربعة على خمسة يصبح الناتج 2 سنختار مضاعف لـ 2 يكون أصغر من التسعة على شكل كسر له المقام نفسه 2 نكتبه بالطريقة التالية 8 على 2 زائد كم بقي للتسعة؟ هو واحد سنكتبه واحد على اثنين تساوي ثمانية تقسيم اثنين نقسم البسط على المقام ثمانية تقسيم اثنين يساوي أربعة زائد واحد على اثنين الكسر يبقى كما هو ويكتب بهذه الطريقة يساوي نكتب أربعة وواحد على اثنين فبهذه الطريقة أكون قد جزأت البسط لأحصل على عدد صحيح وكسر اعتيادي وأكتبهما على شكل عدد كسري الطريقة الثانية لتحويل كسر الاعتيادي إلى عدد كسري نقوم بتقسيم البسط على المقام وناتج هذه القسمة يكون هو العدد الصحيح وباقي القسمة سنضعه بسط للعدد الكسري أما المقام فهو مقام الكسر الاعتيادي نفسه لدينا المثال تسعة تقسيم أربعة تسعة تقسيم أربعة يساوي اثنين وهو العدد الصحيح الباقي واحد سنضعه في البسط أما المقام فهو مقام الكسر الاعتيادي نفسه المثال الثاني اثنى عشر على خمسة سنقوم بتقسيم البسط اثنى عشر تقسيم خمسة يساوي اثنى عشر تقسيم خمسة الناتج اثنين هو العدد الصحيح والباقي اثنين هو بسط للعدد الكسري أما المقام فهو مقام الكسر الاعتيادي نفسه خمسة في المقام وهكذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم ولمتابعتكم تلاميذي العزاء سأترككم مع تمارين اتأكد في الصفحة مئة واثنان وثلاثون اتمنى لكم ذوام التفوق والنجاح